تسعة عقود هي عمر العلاقات السعودية الروسية حاولت خلالها الرياض وموسكو البحث دائما عن نقاط التوافق المشتركة للبلدين علاقات مرت بمنحنيات السعود والهبوط بل بل جمود أحيانا إلى أن كسر هذا الجمود في مسار العلاقات عام 2015 بزيارة الأمير محمد بن سلمان لسان بيترسبرغ ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمت معالم جديدة لعلاقات الرياض وموسكو معطي مرحلة الاختلاف وبدء صفحة جديدة عنوانها التعاون والتناغم تلك الزيارة أثمرت عن توقيع عدد من التفاقيات التعاون في المجالات العسكرية وإعداد برنامج لتنفيذ اتفاقية التعاون البترولي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتقفز بعدها نسبة الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يلائم المرحلة الجديدة نقطة تحول جديدة وزخم أضخم شهده شهر أكتوبر لعام 2017 بالزيارة التاريخية للملك سلمان لموسكو زيارة هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا وصفها الرئيس بوتين بالشرف الكبير زيارة خادم الحرمين الشريفين دشنت عصرا جديدا من العلاقات ونجحت في نقل مسار العلاقات إلى المؤسساتية بتوقيع أكثر من 15 اتفاقية بين وزارات وجهات سعودية وروسية شملت مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات علاقات تنمو وتتطور سريعا إحدى ثمار توهجها هو التنسيق السعودي الروسي المستمر في قطاع الطاقة وعملهما سويا على ضبط إيقاع أسواق النفط والآن وبعد 12 عاما من آخر زيارة لرئيس روسي للمملكة يحل الرئيس فلاديمير بوتين ضيفا على الرياض تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين زيارة مهمة تتخطى حدودا رمزية ويعول عليها الجانبان في رسم مسار تصاعدي يمر نقاط التلاقي بين الرياض وموسكو مع استثمار الفرص التي يبدو أن القادمة منها أكبر بكثير مما مضى والعالم يترقب القمة السعودية الروسية ونتائجها قمة الأولويات والتحديات